الخلاف في باب الحرية خلاف جداً كبير جداً جداً كبير أولى الخلافات هذه أستاذ علي أن هل كلمة الحرية كلمة الحرية هل هذه الكلمة حرة أم مقيدة جميل فالبعض قال أن كلمة الحرية كلمة حرة من اسمها هي حرية في بلشكي أول الناس بالحرية هي كلمة الحرية وهذا طبعاً خذت تجاه بعض فلاسفة الغرب ومثال سارتر وغير أن الحرية فعلاً مطلقة فنشوف هنا في الغالب التعريفات كلها مختلفة تنطلق من أن الحرية غير مقيدة فغالباً التعريفات تخلو من أي قيود الحرية نابعة من إطلاق أين كانت المصطلحات والتعريفات وفي تجاه ثاني وهو الأتجاه الأصح أن الحرية مهما كانت مقيدة الحرية مهما كانت مقيدة هذا الأتجاه الأول طبعاً هذا نظرياً البعض يخالف فيه يقول والله في حرية مقيدة ومطلقة بس واقعاً على أرض الواقع ونتكلمه من واقعي الإسلامي لا واقع العقلاء كلهم أنه لا يوجد شيء يسمى حرية مطلقة أن كلمة الحرية هي بذاتها مقيدة لازم فيها قيد هذه الحرية لازم فيها قيد قد نختلف في القيد قد أنا أقول قيد الدين قيد القانون فلان قد يقول قيد العرف فلان قد يقول قيد الضرر ونحن نسترسل لنرى بعض المقولات مثال أنت حر ما لم تظور حريةك عندما تنتهي حرية الآخرين كل التعريفات ستختلف بناء على نوع هذا القيد فلذلك حتى مصطفى صادق الرافعي أحد الأدباء المفكرين يقول الدين حرية القيد لا حرية الحرية هو قاعد يتكلم عن الحرية في الدين أن الدين حرية القيد لازم في قيد لازم في قيد حتى لو رحنا حق أكبر المنظرين حق الحرية وأكبر خنقل اللي سمونهم أبو الليبرالية يتكلمون عن مثال جون ستورتميل يتكلم مثال في كتابة عن الحرية يتكلم أنه لن تجد قيمة الحرية لن تجد قيمة الحرية إلا ذقية أعمال الآخرين لن تجد قيمة الحرية إلا ذقية أعمال الآخرين فالشاهد الكل ينطلق أن هناك حرية مقيدة لازم لابد منها فالحرية المقيدة هذه اللي تصير في الغالب عند الناس فغالب الاختلاف بالحرية خاصة النقطة هذه غالب خلافات تعريفات الحرية مفهوم الحرية الصراحة والحرية والخلاف مو بالحرية أستاذ علي والخلاف بالقيد الحرية مقيدة بماذا فقد أنطلب منطلقات الدينية فأقول الحرية مقيدة بالدين ونحن موضوع حلقتنا الحرية في ميزان الأسلام نحن لا نحاكم الحرية الحرية ممظلومة لنضعها في الميزان ولكن حتى نزل المشاهد الكريم يعلم أنه هل توجد حرية في الإسلام بعض الأراء في الإسلام قد تعارض الحرية لا والله سنبين ما الموقف في الإسلام الصحيح من الحرية لكن الشاهد أن الخلاف حول مفهوم الحرية الحرية تعني هو عدم وجود القيود ولكن ليست صورة عامة عدم القيد مطلقا الكل اتفق على وجود القيد ولكن الخلاف بماذا هو تقيد الحرية بالدين أم بالقانون أم بالضرر أم غير ذلك